على كل حال مشاهدين مثل ما حكى سلام قبل الفاصل نتحدث عن اليوم العالمي للسمع طبعا الذي يصادف الثالث من آذار من كل عام بهدف نشر التوعية فيما يتعلق بالسمع وأهمية صحة الأذن وكل التفاصيل المتعلقة بتدخلات الفعالة في الوقت المناسب وكيف ممكن تنقذ أشخاص كثيرين فيما يتعلق بحالتهم السمعية نتحدث بهذا الموضوع وتفاصيلها مع ضيفتنا حنين اللحسة خصائية السمع ونطق في مركز بريميوم للنطق والسمع يسعد صباحك صباح النور أهلا وسهلا يسعد صباحك من بين الأرقام اللي موفرتها لنا منظمة الصحة العالمية أنه 60% من حالات فقدان السمع في الطفولة كان من الممكن أن يتم علاجها خلينا نطلع من هذا المنطلق لأنه اليوم هو اليوم العالمي للسمع ونحكي عن أهمية الاهتمام بهذا الموضوع طبعا مثل ما حكيت منظمة الصحة العالمية عندها الستديز بناءا على بكل العالم فال60% هي من حالات الأطفال اللي ممكن أنه بريفنتبل أنه ما تصير عندها فقدان سمع دائم لأنه إحنا اللي بيصير أن الأطفال تحت عمر خمس سنين هم معرضين دائما للتهابات أذن الوسطى التهابات الأذن الوسطى أولها بتكون أنه مزعجة والطفل ببكي وبعاية لأنها بتكون مع حرارة وبتكون مع وجع بعد هيك بتصير مخفية أنه بضل الالتهاب في الأذن الوسطى والأهل ما بيعرفو فاللي بيصير أنه إذا ضل الالتهاب بشكل مزمن الطفل ممكن يصير عنده التهاب دائم فلس إذا تم علاج الطفل بطريقة مش صحيحة التهابات الأذن الوسطى مش سهل أنها تروح من الطفل فلازم علاج واهتمام خاص من الأهل عشان نحمي الطفل أنه ما تصير عنده المشكلة دائمة طيب يعني فيما نتعلق بالوصمة الاجتماعية الموضوع يعني الطبي التقنيات الحديثة وفرت كثير للأشخاص اللي عندهم إعاقة سمعية سماعات صغيرة ممكن يكون فيها كمان خدمات إضافية لكن لهم ذلك لا يزال عنا خوف ووصمة من وضع السماعة قديش هذا مهم تصليص الضوء عليه خاصة في المدارس خاصة يمكن التنمر اللي ممكن يحدث للأطفال اللي هما يمكن أكثر الحالات اللي بيحتاجوا لسماع في مراحل مبكرة طبعاً كتير مهم إنه إحنا نوضح شغلة قبل ما نحكي عن السماعات والعلاج اللي ممكن نعمله المهم كتير إنه الأهل والمجتمعين ينتبه له إنه ممكن كتير الشخص يكون عنده ضعف في السماع بس ما يكون عنده إعاقة سمعية كيف يعني؟ إحنا دائماً اللي منفكر إنه إنه إذا هو ما بيسمع نهائي هاي بس بتكون مشكلة في السماع ولازم نروح على العلاج أو نروح على السماعات الطبية لا، الإشي إنه ممكن يكون لحده عنده ضعف سماع بسيط أو ممكن يكون عنده ضعف سماع في بعض الترددات فممكن الشخص يكون يسمع كل شي بس عنده مثلاً ترددين أو ثلاث ترددات ما بيسمعها فهاي كمان تستلزم علاج وتستلزم إنه هو الشخص يروح ويوضع سماعات بناءً على المشكلة اللي عنده عشان هيك إنه كتير مهم إنه الشخص يروح للسماعات الطبية متل ما حكيتي صار فيه التكنولوجيا كتير حديثة كانت زمان السماعات كبيرة وسماعات مكلفة جداً والسماعات إنه بس بتشوش أو بتطلع تصفير في الناس ما أخذ فكرة عن السماعات إنها إشي مزعج أكتر ما هي بإشي بتساعده بالعبس لأ السماعات صارت متل ما حكيتي فيه أحجام وأشكال عدة صار فيه ألوان بقدار الشخص يختار اللون البدوية صار فيها التكنولوجيا حديثة فيها الـ Artificial Intelligence دخلت لذكاء الصناعي ذكاء الصناعي دخل في السماعات فإنه كمان كمان هي حجمها صغير يعني خاصة للأطفال ممكن ما تكون يعني مزعجة أو إنها ملفتة للنظر أكيد وهذا بيشجعهم على إنهم يستخدموها طبعاً أكيد وكمان هلأ يعني الجيل المراهقة كتير بيحبها لأنها كمان صارت تعمل كونكتيبيتي مباشرة مع الموبايل يعني إنه صار بيقدر يسمع الأغاني أو يحضر المسلسع أو يحضر يوتيوب البدوية مباشرة امتيازات مباشرة بالضبط صار فيها امتيازات صاروا يحبوا يعملوا هاي الشغلات السماعات الجديدة عشان يعملوا واللي صحة للموضوع كمان كتير في بعد الكورونا إنه صارت السماعة يتم تعييرها عن بعد فإز أنا الأهل مش فضيين يجيب أولادهم أو حدا خايف يجيب أمه على العيادة عشان ما يتعرض للكورونا صار بيتم تعيير السماعة والشخص قاعد في البيت لو هو بجنين أنا هون برمولة بقدر أعيير للسماعة وياخد الخدمة اللي بده إياها فصار في حلول كتير كبيرة للأشخاص اللي عندهم مشاكل هاي الأشياء متوفرة عندنا يعني موجودة هاي الأشياء متوفرة عندنا في فلسطين بتقنيات الحديثة بتقنيات الحديثة كليات طيب حني قبل ما نحكي عن خصوصية المشهد في فلسطين فيما يخص اليوم العالمي للسماع عالميا أيضا حسب أيضا منظمة الصحة العالمية 466 مليون شخص يعانون تقريبا في هذا الوقت من فقدان السماع ما دلالة هذا الموضوع حتى يعني لا يرى الشخص الذي يعاني من ضعف السماع أو من فقدان السماع التام بأنه هو يعني هالطفرة في هاي الحالة تمام منظمة الصحة العالمية بناء على آخر ستديل هي 2019 تلع معهم 466 مليون شخص عندهم مشكلة في السماع وبتوقع أنه بال2050 يكون 900 مليون هذا العدد كتير كبير لأنه صار فيه كمان إشياء بتساعد أن الشخص يصير عنده ضعف سماع يعني هلأ اللي بين عمر 13 إلى 35 35% من الأشخاص معرضين أنه يصير عندهم ضعف سماع لأنهم بتعرضوا لضوضاء وأصوات عالية يعني الهدفونز اللي بإستخدام الخاطئ والجيمينج والجيمينج والحفلات كل هاي الشغلات إن حنا صلنا نحط الهدفونز على دنين على طول وبصوت عالي جداً فهاي الشغلات بتساعد إنه الشخص يصير عنده مشاكل في السماع لازم الناس تكون واعية سواء أطفال أو كبار الأهل يكون واعيين كيفية استخدام التكنولوجيا بطريقة إنها ما تؤذي أطفالهم أو أولادهم نعم هذا مهم جداً طيب سيد حنيم فيما يتعلق بلغة الإشارة أدي إحنا متوفرة لغة الإشارة موجودة عندنا أدي في مسؤولية على المؤسسات المختلفة سواء الإعلام المؤسسات الرسمية غير الرسمية الخاصة بتوفير لغة الإشارة للأشخاص ذوي الإعاقة كتير مهم لغة الإشارة موضوع لغة الإشارة طبعاً في عندهم إعاقة سمعية كاملة للأسف ما بتتطور عندهم اللغة والتواصل فبضطروا أنهم يستخدموا لغة الإشارة هاي اللغة الوحيدة اللي بقدروا يعبروا فيها طبعاً لغة الإشارة هي زي أي لغة تانية بتم تعليمها واكتسابها بمماراستها للأسف إحنا مش كل المؤسسات والبوزارات عنا موجودة هاي الخدمة فدائما الأشخاص اللي عندهم إعاقة سمعية بتغلبوا أنهم يتواصلوا لما يروحوا يعملوا معاملاتهم أو لما يروحوا يعملوا أي شيء ويضطروا يأخذوا معهم مترجم إشارة عشان يعمل التجارة يعني هذا جزء من الموائمة اللي لازم يكون في المؤسسات يعني زي ما بنحكي الموائمة في البناء هذا كمان شيء ضروري طبعاً أكيد وعشان هيك إحنا دايماً بنشجع الناس إنه إذا هم ما بدهم يوظفوا مترجم إشارة خاص إنه ممكن يعطوا تدريب لأحد الموظفين عندهم إنه هو يتواصل بلغة الإشارة فبسحل عليهم إنه في كل مؤسسة أو شركة فيه شخص على الأقل بيحكي لغة إشارة عشان يقدر يحل مشكلة الأشخاص لأنهم إعاقة سماعية طيب حني نتوسع أكثر في الحكي عن الشأن المحلي فيما يخص اليوم العالمي للسمع ونحكي عن خصوصية المشهد في فلسطين من أوضاع دائماً يعني ينظر قديماً على إنه سعر السماعة باهض للغاية مش كل الناس قادر على توفيره سواء للكبار بالعمر أو لأطفالهم عن هاي الجزئية شو بنحكي للناس وأيضاً ماذا عن التنميط الاجتماعي في هذا الموضوع زي فكرة النظارة قديماً لا بديش ألبس نظارة أو بديش يعني ما أشوفش بس ما لبسش نظارة بالضغط وحير نفس الإشي أنه أنا حسناً لأنه لا الناس لا شو بدي أسمعها خلاص أنا بس مع الصوت بس ما بميز شو بحكي لا أكيد مهم أنه إنت تميز شو ناسيب تحكي معاك هلأ إحنا عنا بفلسطين أو إذا من نيجي نحكي شغلة كتير مهمة الكشف المبكر جزء كتير كبير بحل المشكلة الكشف المبكر بتم فحص السماع بـ 90% من دول العالم صار بنعمال في لحظة الولادة يعني الطفل قبل ما يطلع من المستشفى بيكون معه تقرير أنه هو سامع أو غير سامع بيسمع أو ما بيسمع والجهاز والفحص كتير بسيط للأسف عندنا بفلسطين لسه هذا الإشي غير متوفر الأهل الواعيين صاروا يروحوا على طول يعملوا فحص لحالهم بس الأهل اللي ما عندهم وعي بالموضوع ما بيعملوا هذا الفحص ما في توجيه كمان؟ ما في توجيه فبتم اكتشاف المشكلة كتير متأخر لما يتم اكتشاف المشكلة كتير متأخر كمان بيكون العلاج أصعب فاللي إحنا بنتمنى أنه إحنا يصير عنا خطة وطنية للصحة السامعية متبنى من وزارة الصحة على أساس أنه يكون في خارط الطريق للأشخاص يعني المواطن ما بيعرف أنه هو لازم يبحث معهم طبعا أنا بدي كمان نلفت النظر لمسألة فترة الكورونا والعام الماضي كمان مع لبس الكمامة في كتير ناس انتبعوا لحالهم أنهم ما بيسمعوا لأنه كانوا يعتمدوا على قراءة الشفاء فهل زادت الحالات فيما يتعلق بهذا الشيء؟ هل هذا كان مؤشر للأشخاص بأنهم فعلا هم ما كانوا يسمعوهم بس كانوا يقرؤوا الشفاء؟ طبعا زادت كتير أو في بعض الكلمات خلينا نقول طبعا لأنه إحنا كتير من اعتمد على قراءة الشفاء تسعين بالمئة من التواصل عادة بيكون على الحركة وعلى قراءة الشفاء فلما سننحط الكمامة سهر انه شو كيف انه تنعادل كلمة كتير خاصة في الأماكن المفتوحة أو في الأماكن اللي فيها أكثر من شخص بنفس الغرفة بيحكي هون ظهرت المشكل كتير كبيرة فسارت الناس تتوجه هنا تفحص سماعها وتكتشف أنه عندها مشاكل طبعا في ناس كانت تتقبل الموضوع في ناس كانت لا ما تتقبل الموضوع اللي كمان مهم كتير نحكي على موضوع الكورونا إنه لغاية الآن من عملت استدز كمان إذا الكورونا بيأثر على السماع إلا دراسة واحدة عملت في بريطانيا وللأسف بيان إنه بيأثر بيأثر في ناس أثر عليهم في خلال فترة المرض نفسه الفيروس وفي ناس أثر عليهم الدواء اللي أخدوه للكورونا لأنه في عنا مشاكل بتكون بتصير بسبب الأدوية اللي ممكن تتاخذ عنا بفلسطين لسه من عملت ولا أي دراسة بس أنا شخصيا على الأقل شفت أربع أشخاص بعد الكورونا صار عندهم فقدان سماع فكمان هاي شغلة إحنا نتمنى الناس إنه ترجع تبحث سماعها طيب إيش توصيتك الأخيرة للأب والأم اللي عم بيشوفونا فيما يخص أطفالهم حتى نتجنب يعني دخول موضوع فقدان السماع بشكل كامل أو ضعف السماع لمراحل متقدمة وعلاجه بطريقة مبكرة طبعا أنا بتمنى إنه من الأهالي عولادهم أو على حتى أهليهم إنهم ياخدوهم ويفحثوا سماعهم بشكل دائم زي ما إحنا منفحص بصرنا بشكل دائم نروح نفحص أولادنا وأهلينا بشكل دائم نفحص سماعهم وإذا في مشكلة لازم نتوجه للعلاج لأن السماع مش بس بيأثر على السماع ممكن يأثر على مشاكل تانية مثل التوازن وإنه المريض يضطر ممكن يوقع في كتير شغلات ممكن تصير بناء على مشكلة السماع فأكيد التدخل مبكر كتير مهم طيب نحكي معلومة مهمة فيما يتعلق بلغة الإشارة وتنوع لغة الإشارة يعني ما في لغة إشارة وحدة وهذا شيء كنا نحكي فيه تحت الهوى أنه يمكن ناس بتفكر اللغة الإشارة هي لغة عالمية لكنها بتختلف حتى بالإنجليزي في أكثر من لغة للإشارة على المستوى العربي إحنا هل في توحيد للغة الإشارة؟ هل في لغة معتمدة إلها؟ حاليا عم بتم توحيد لغة الإشارة في الوطن العربي تم توحيد لغة الآن أربع تلاف إشارة بس هم الليسة في البروزس بتوحيدها بكل دول العربية هذا مهم كمان شكرا أنتي لوجودك معنا شكرا لكم ونتمنى سلامة للجميع نتمنى أن يكون فيه اهتمام في هذا الموضوع على المستوى الرسمي وأيضا على مستوى الأفراد بالكشف المبكر لأنه وقاية ويخفف أكيد مراحل العلاج طبعا أكيد شكرا لكم على استضافة شكرا جزيلا لحلين اللحسة خصائية سماع ونطق في مركز بريميوم للنطق والسماع شكرا للمساعدة صباح